جميعا معكم سميلكم محمد الزعبي طالب دب ساني اولى ان شاء الله مكملين في شرح مادة الاستولوجي اليوم عنا المحاضرة العاشرة اللي هي اخر محاضرة في مادة المد اللي بتحكي بتكمل عن ابثيليال تيشو اليوم نحكي عن اللي هو موجودة في الابثيليال ونقول بسم الله هسه كنا بنعرف انه الابثيليال الوظيفة الرئيسية لهو البرتكشن معشي هو هي وظيفة الحماية فبالتالي هو بيكون باكت كلوس لي بيكون متقارب الخلايا فيه بتكون متقارب جدا ببعض حتى حكي انه بيكون لدرجة انه فيه عندنا كمية قليلة من الاكسترسيلولار ماتركسة وللا صحيح ولكن طب كيف هاي الخلايا بتواصل مع بعض اذا هي ملزقة ببعض فيها بيناتا جنكشن زي او انفاق تسمح لها بالتواصل في مبانيها هاي الانفاق بتكون هي عبارة عن مبريم اسيوزي استركشور استركشور موجودة خلال مبريم بين هاي الخلايا كميتيجنية tynؤ التساق and communication والتواصل بين هاي الخلايا تمام بين هاي الخلايا بين نيبورينجس الخلايا المتجاورة التواصل بين نيبورينجل والبيازافولا هي behaviors Do 1972 اللي بترتكي عليها الابثيليا بتشوه تمام حكي انه الابثيليا من تحت اسمه بيسل بتتصل على الابثيليا وبينها وبينها تبتشو وهي مراجز زريعة المحاضرة طيب هاي موجودة بالعادة بتكون على الاترال سيرفس او ذا ابثيليا السيل مجدرور لتكون على الاترال ولكن بالاغلب تكون على الاترال ممكن تصنيف هاي الى ثلاث قد تكون توشق التى يجل للkalوية أو او beschاد أج Informationen jako تمام? لو رح ندرسة السوья على الترتيب ما حسنا واحدة واحدة هذا Unshuring يصلنا للإعادة من هذه الفقرة استفاد من هذه الفقرة إنه لدينا junction بين هذه الفقرة وضيفتها الادجين عن الكميونيكيشن بتويني بورينج سال ان بازل لامنا موجود في عنا ثلاث انواع منها في عندك التايت او الاكلودينج جونكشن في عندك الانتوريج جونكشن في عندك القعب جونكشن هسا راح ندرسه محبة حبة طيب خلينا نحكي عن اللي هو التايت جونكشن التايت جونكشن او المسمى الثاني له زونا اكلودنس يعني منطقة الاغلاق ليش منطقة اغلاق هاي زي ما انت شايفو هون سيدة العزيز بعمل على إغلاق ال الانترسلللر سبيس هاي خليه هون وهي خليه هون وفي المفروض انترسلللر سبيس او مسافة بين الخليتين هو بعمل على اغلاق هاي المسافة بين الخليتين اول شي هو بكون انسيركلايز بسيليل سيفيلي محيط في الخليف كاملة هك ببالش هك 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 فهو بحيط في الخليف كاملة اه شو سمن الله مساء الله سيدة محمد شو وضيفتا اول فونكشن تبع اول شي انا limit بالق eleg ways هذا الشيء يمنع الموليكيول مرور الخلايا ويمنع المي والخلايا والمواد كيف يمكن انا حميله تمام تمام كما انه يمثل ايش اه شو اسم الله مصالة سيدنا محمد كما انه يفصل دين الاقل بين قمة والبيزو ديماند بفصل بين الهو تقدر تفصل فيه بين القمة و اه شو اسم الله مصالة سيدنا محمد والبيزو لتيرال ديماند فهذا الاشي يمنع داخلي. تمام تمام. طب هاي وين نلاقيها اخوان نلاقيها في المناطق او في الاعضاء التي تحتوي على سواء التي تمنحها من التصرب مش وبمنع تصرب بمنع ولا شي تصرب الموليكيول والواتر كمان وبمنع تصرب او للليبد والبروتين ولازم نكون من المناطق فيها سواء لان يمكن ان تصرب مثل الستومك مثل الانتستين هو اليورنري بلادر او المثاني فبتمنع انه تمنع انها تتسرب للدم او سراؤند انظر انه تطلع القصة الاستومك او الموجود جوه الستومك انه يطلع للدم او سراؤند ان تشو تمام تمام فشو الوظيفة الاساسية لها الموظيفة الاساسية تغلق الانترا او الانترسيليولار سبيس تمام بتسكر الانترسيليولار سبيس بتوين هاي الخلايا فبس تسكر هاي بتسكر المسافة بين الخلايا هاي بتمنع انتقال مواد سواء كانت بروتين او لبيت سواء كانت ووتر او ووتر اسلوب تمام تمام فالوظيفة للتايت جونكشن هي تسكير حلو من شو بتكون او الاشي بوحدث بشكل رئيسي من تفاعلات الانتقال كيف يعني تفاعلات الانتقال البروتين السيدر ازيز كل بروتين هاي خلية كل بروتين مثلا انتقال البروتين حكيانه هو اللي بمر من البيت بلايار بشكل كامل فهو اللي بكون وجه من جوه ووجه من برا تمام فهذا الوجه من برا ما سميه الاكسرا سيليولار ديمان ماشي ديمان والمن جوه الانترا سيليولار ديمان تمام هذا الوجه من جوه هذا التايد ديمان ما بتكون من انتقال البروتين بتكون من الانتراكشن او من التفاعلات بين الاكسرا سليولار ديمان بين 2 trans-memperehm يتيجي هاي خلية الخلية في عينها المسيطة انتقال البروتين معين المسيطة المسيطة يصير التفاعل بين ديمانان في صور الانتراكشن ما هو تأتي جونشن كيف تنجز تكون من الخليتين تايد من هون و تايد من هون من ها الخلية حلو حلو طيب فبنتجنا اللي هو التايت جنكشن هذا التايت جنكشن بيكون على شكل يعني على شكل خط خط من هون وخط من هون تسوينا تايت جنكشن فبسكر هذا الخط سيد العزيز ما اسمه الله مساء سيد محمد هذا الخط رح يكون عبارة عن Transmimpline Protein are joining together طيب هذا اللي شو هذول البروتينات هو بروتين Occluding Occludence هذول هم البروتينات الموجودات في Transmimpline يعني برضه هذول البروتينات شو رح يصير رح يتماسكوا مع بعض او رح يرتبطوا مع بعض عن طريق اللي هو ماشو هو بروتين رح يربط بين اللي هو مع بعضهم البعض ورح يربطهم بالاكتين فيلمنت مما بعطوهم الصلابة والدعامة خلينا نرجع نعيد شو صار اول اشي من شو بحدوث هذا او من شو بتكون اول شي انتجرال بروتين تمام انتجرال بروتين حكينا الى سطح وجه داخلي ووجه خارجي الاكسراسيولار دومين هذا رح يتفاعل مع الاكسراسيولار دومين مع منطقة ثانية مين هذا البروتين هذا الاكسراسيولار دومين هذا الزون البروتين رح يربطهم رح يربطهم كمان مع الاكتين فيلمنت فما يعطوهم الصلابة اوكي اوكي و يتنكسر المثبت من اسم وي مثبت تايد تايد تسكير هنا يعمل على تثبيت تايد تايد تسكير اوكي حسنا هنا اوكي بقول لك تواني. اوكي مش نبيني في هاي الرسمة. تواني انا ها لقيها. هي موجودة على هاي الرسمة. هاي شايف هاي. بتكون زيها زي برضو بثيلة التشو. اوكي فهي بتلتف على البثيلة التشو كامل. وبتكون زي ما انت شايف بلو. تمام فانكمل وان عشرة حيانا. باكي لك ورشي هي عن سيركل بتكون محيطة بالبثيلة التشو كامل. وحكينا زي ما حكينا بلو. او تايد جنكشن نفسها اللي هي نفسها زونا. نفس كلها نفس الكلماتة. تمام? بتعمل على انشورنج ذا سيل مع اتس ني بورس. يعني بتثبت الخلية مع اللومسس محمد. بتثبت الخلية مع جارتها خلية ثانية. فعشان هي تسميها ادهيرن. ستسمعناها التساق وتثبيت. ماشي. هاي كونيكتد رح يتصل مع الاكتين مايكروفوليمنت نفس هذا. برضو كان ما يتصل مع الاكتين مايكروفوليمنت عن طريق فهاي برضو حكينا بمنها تمنع. فهونا مهم جدا. تمنع الحركة الرأسية فقط الحركة الرأسية. لانه الحركة اليميسار واليمين هس رح نخدمين بمنها. طيب. هون هو البروتين المسؤول او برضو لانه هون اعلية الشغل نفس اعلية صناعتها نفس اعلية صناعت هنا. انه عندك اكتراسيلولاردومان مع اكتراسيلولاردومان من خلية ثانية بدهم يتفاعلوا مع بعض. ولكن البروتين اكيد مش رح يكون اكلودين اكلودين زي هناك. لا. هون البروتين هو الكادرين. تمام? وهو بعتمد على وجود الكارسيوم. اوكي. هذا الكادرين برضو رح يتصل زي ما حكينا فوق مع الاكتين مايكروفيلمنت. تمام? بس مش رح يتصل معه بشكل مباشر هي معلومة ركزت عليها الدكتورة في المحاضرة. مش هيتصل مع الاكتين بشكل مباشر هي اللي هو الاكتراسيلولاردومان وهذا هو الكادرين. تمام? هذا بروتين الكادرين. شايفو انت انت منتصل بشكل مباشر مع المايكروفيلمنت؟ لا ون Извинد limited assistant وب 마음 انتتصل مع الكادرين بشكل مباشر حدث يسمى ام ان تكون بيتا او قاما كاتلين بمرضا بيتا او قاما كاتلين هذه القيعد للألفة كانت متنتصل مع كاتلين بمرضا وتتصل samenают الامة يتصل مع المايكرو فيلمنت grande اذا شو اسمه الله محمد بدي تعرف انه الكادرين بتتصل بشكل غير مباشر مع الاكتين فيلمنت عن طريق الكاتلين كومبليكس. ماشي? بتتصل عن طريق الكاتلين كومبليكس. الحلو ولا حلو ولا حلو? او والله نفس الادهير الجنكشن مع الاكتين فيلمنت بيؤدي الى نقل او distribute stress throughout the cell and its new pooling cell. فهذا الاشي بخفف العباء على الخلية. تماما بخفف الضغط على الخلية انه سيد العزيز اه ما بيكون الاسترس على منطقة معين ان الخلية لا بنتشر. وذلك لانه بتصل مع الاكتين فيلمنت هاي الاكتين فيلمنت اللي بتكون على شكل خيوط رفيعة متصلة على جميع هنشة موجودة في جميع نحاء الخلية. فلما يكون مثلا متصل معه هون ويصير الاسترس هون رح ينتشر الاسترس على طول ازداء الخلية. فهذا الاشي بخفف الضغط على الخلية في منطقة معينة. بس يعني بخفف الضغط على الخلية في منطقة معينة. تمام? وهكي انه كيف انه يتصل مع الاكتين فيلمنت عن طريق الكاتلين كومبليكس. اوكي وهكي انه زي هذاخر يحصي الانتراكشن توان اكترا سيليل الاردومان لبروتين الكادرين. صح او لا? صحيح. والكادرين هاي معلومة مهمة انها بتعتمد على الكالسيوم. طيب. الدسموسوم او بسموها الماكولا ادهيرنس. الماكولا ادهيرنس واسم ثاني. طلع هون بتكون على شكل تو ديسك. على شكل ديسك او الانتراسيليولار سبيس. تتصل على طرفي الانتراسيليولار سبيس. موجودة على طرفي الانتراسيليولار سبيس. وهي ما بتكون. الانتراسيليولار سبيس. تتصل على طول الانتراسيليولار سبيس. او الانتراسيليولار سبيس. طيب. هاي سيدر عزيزي تمنع. الانتراسيليولار سبيس. هاي مهمة. لانه اتفقنا اللي هو قبل شوي. يعني الانتراسيليولار سبيس. تمنع الحركة او داون. هما هون بتمنع الحركة سايد توسايد. اوكي. بتمنع الحركة الجانبية. اوكي. انسيت احكي لكم انه هون بتكون. زي تشبيهنها بتكون على شكل. يعني زي مطرقة اللحام. انه هيك. هيك. ويتصل هيك و هيك. بس خلص يعني عفها اعرف المصطلح بس. انه شو هون الانتراسيليولار سبيس بهمين. بش بهد اسمه. اوكي اوكي. اه تقع على اللي هو مواقع وجودها. الاوكي تقع على اللي هو الكاميرا اللي هو المصطلح أو هي الخلايا اللي هي الخلايا للسل الطولية. او على السيقوانس سل او على الخلايا اللي هو كنا نسميها الخنف شعرية. الحرشوفية قالي. الخنف شعرية السلام و رسيان ما أثري اخوان كثير. كثير ما أثري. واكثر مكان وفرة للدسموسوم هو موجود في السكن اكثر مكان وثرة وهو دسموسوم في السكن طيب على عكس هدلك هو موجود في الانترميديات تمام بدل ما يتصل في المايكرو فيلمنت زي اللي قبله لا هون بتصل في الانترميديات تمام اه شو اسمه لنبس اسمو حمد تحت المايكروسكوب ما رح يرجع لك نفس المعلومة لو يكون على شكل تحت الالكترون مايكروسكوب رح يكون على شكل تو ديسك زي ما اتفقنا عليها في البداية فكما في معلومة جديدة طيب بيحكي لك انه الديسموسوم هي بعلاً strong junction ليش strong junction لانها بتتصر بالانترميديات فيلمنت على العكس الانتصر في المايكرو فيلمنت متفق عليه ان المايكرو فيلمنت اصغر اشي هي بتيجي اكبر بشوي الانترميديات اكبر بشوي من المايكرو فيلمنت فهي اقوى فبالتالي هده بيكون الديسموسوم أقوى وسبب ثاني لقوته انه ديسموسوم يعني انه عدد كبير منها على التراسيرفس بيكون عدد كبير منها فهي بيكسبها صلابة لانه بالتجمع قوة وبالتفرق ضعف فعشان هيك عدد كبير منها بتعطيها قوة برضه اللي هو في عندك انها بتتصل في الانترميديد طيب معلومة ثانية طبعني معلومة ثانية انه طلع الانترميديد انه الديسموسوم طلع عليه بالسليدات مش كاتب لك انه بتتصل مع بروتين ولا بكون فيه بروتين ولكن كادرين بروتين زي الموجود في كادرين بروتين زي الموجود في الادهيران جنكشن موجود فيه بس انه ما بتفعل انه الاكساسيليلر دومان راح يتفعل لا لا لكن ما فيه تفعل بس انه يحتوي على بروتين بكونه اللي هو الكادرين زي اللي هو الادهيران جنكشن تمام تمام هاي معلومة مهمة جدا 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 بدي سيفها عندك لان الدكتورة حكيتم مش موجود في السليد حتى انا ناسي حطه في التفريغ ستضحطه في التفريغ تحتوي على الهول كادرين بروتين 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 كادرين اغذنها بتحب اغذنها بتحب اغني لكيها موار يحتوي على بروتين كادرين انهي الموضوع اوكي سيدر عزيز بيكون على شكل one black او disk one disk connected to the intermediate filament هذا برضه بتصل الى intermediate filament زي صاحبه hema dismosum هاي dismosum اثنين بتصل الى intermediate filament حرين يا اخيهما فهو فعليا يمثل half dismosum عشان نكسمه hema dismosum لانه نصف dismosum الحقيقي تمام وعلى عكس dismosum هو بيحتوي على العديد من الانتجرين بروتين مش بس اللي هو الكادرين زي من dismosum dismosum شتفقنا اذنت لك يا قبل شوي انها بتحتوي على الكادرين بس اما هون بتحتوي على اللهم صلى الله على سيدنا محمد بتحتوي هون على عديد من البروتينات اوكي وذلك حصل موقع حياة طيب ولكن اللي بنعرف عن هاي البروتينات اصبع انه عنها ما راح تعمل راح تتصل مع مش بمنها بتتصل بمازمممبرين فهي بتعليا بازمممبرين شو ياخذنا في بداية تحتوي على لامينة الطبقة الاولى منها تسمى لامينة ما اسم لامينة بازل لامينة بازل لامينة تمام 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 طيب بازل نحكي عن غاب جنكشن غاب جنكشن وهي القنوات بين الخلايا بين الخلايا اس فهي عبارة عن موجودة بين الخلايا فهي الخلايا على كونكتد من هلو سيلندري كالبينها اللو هو زي ما انت شايف في قنوات مجوفة استوانية مليانة بالمي فلدن ووتر تمام فعشان هيك فلدن ووتر يعني انه هايدروفلك اوكي شو كيف تربط لفقار مليانة بالووتر فهي هايدروفلك بتحب المي اوكي طيب الكان الغاب جنكشن هي عبارة عن وي او طريق لمرور بين خلايتين متجاورتين الخلايا تمر دائريكت لبين هاي الخلايا بدون محد يوجع راسة طيب برضه بتعمل رابد برو بريجينيشن يعني اللو هو انتشار سريع للأكشن بوتنشل وهذا اشي مهم جدا فمثلا عضلة القلب بدها تعمل شو اسمه نفس مهم تكون تراست يعني بدها تعمل تراكت قصد ينقباض مرة واحدة يعني مستحيل عضلات القلب من فوق تنقبض قبل تحت كل القلب ينقبض مرة واحدة لابدها لابد 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 كل الخلايا في القلب يصل لابد وينقبض كله مرة واحدة تمام طيب من شو بتكون هذا اول شي بتكون من من يسمى المونيمر هذا المونيمر الواحد يسمى الكونيكسين طيب ستة منه بدي سوير نحن الكامل بسموها الكونيكسون تمام تمام كونيكسين هو المونيمر اما الفوليمر من ستة يسمى الكونيكسون متى بتوقف هاي القنوات عن الشغل ماشي بيضلها تدخل موادع كيف بتوقف لما يرتفع elevate calcium لما يرتفع elevate calcium construction elevate calcium construction يعني بيرتفع تركيز ال calcium راح توقف توقف هاي القناة اوكي 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 هذا كله شفنا كله درسنا وعرفنا حسنا نحكي عن ال ايبثيليا او اللي هو ال ايبثيليا من اللي هو الغدد ان الغدد يس طيب طيب شو وظيفة الغدد شو اسمه النمسوس محمد هسا بنعرف انه اللي هو ال بثيليا تنتج الغدد صح اللي لا فهي مخصصة بتتكون من هاي الغدد بتتكون من خلايا مخصصة لعملية ايش او عمليت اللي هو الافراس وهي عبارة عن اغرقشن غدد كيف تتكون اغرقشن يعني خلايا غددية تتصفت مع بعضها البعض هدفها secretion or execution ماذا الفرق بنا هذا افراز داخل الجسم وهذا الافراز الخارج الجسم مثل العرب وهي الافراز الداخل الجسم طبعا الافراز زي ما اتفقنا هو الافراز اه substance are produced are used elsewhere in the body طبعا ولكن طلعت ما يصحي اخوان مش مشكلة اه انها اللي هو مواد يتم افراز هها لاستخدام ها في اي مكان in the body داخل الجسم بينما الافراز ان produced that discredited او out from the body يعني بتطليها خارج الجسم تمام تمام هسا المواد التي يتم انتاجها او produced as secreted بالعاد رح تخزن داخل small membrane ou membrane pounding vessels اخر حوث صلات محاطة زي ما اخذته بتاعين اللي هو cytoplasmatic organelles secretory granelles هاي بتعمل على تخزين اللي هو المواد وتكون افرازها عن طريق signal اما من neurone system او metabolism او الاخر تمام تمام طيب يمكن تصنيف الخلايا حسب اللي بتدخل او بتطلع الخلايا فالإكزوكراين هي اللي بتطلع لخارج الجسم والإندوكراين هي اللي بتفرز الى داخل الجسم فهي بتعمل إكزوكوري وهي secretory تمام طيب الإكزوكراين gland وهي الخلايا اللي بتطلع لخارج الجسم ليش؟ لأنها أول شيء اللهم صلى على سيدنا محمد زي ما انت شايف هاي اه اه ترتيب هاي ترتيب تجويف موجود في النص على شكل تيوب هذا تيوب يسمح عندما تفلل هذه كاملة يسمح للمواد لجواته بالتطائر او الخروج على خارج الجسم شو اسم محمد ذات secreted material leaves to the gland بسمح secreted material تطلع خارج الغد مثل العرق ماشي بينما هنا are lose connection to their organized epithelia هون زي ما انت شايف lose يعني متقارب فهو تركيز او توخت اتصال متقارب جدا بين مكونات epithelia فبالتالي هون ما عنا دقت ما عنا اي اشي مجوف او ايشي بسمح انه يطلع الجسم لبرا لا شو هاته طيب ماشي ما بسمح لوجود اي ولكن هون في عندك زي ما انت شايف حويصالات دموية في المواد التي تم subscription التي تم افراز هون تروح دغري على bloodstream راح تطلع دغري مع الهو تروح تتوجه للمواقع their site او لموقعها عن طريق bloodstream او تدفق الدم هس ناخذ عن isocrine او الخلايا الغدد التي تطلع محتوياتها لبرا يمكن تصنيفها عن طريق 4 اول شي حسب ترتيب السلايد according to the number العدد الخلايا unicelular gland يعني خلية واحدة تكون كيف هذه عدة خلايا تسوط غدة واحدة خلية واحدة تكون عبارة عن غدة مثل goblet cell اللي تنتج الميوكاس وهذا ناخذها والملت cellular gland اللي هو متعددة الخلايا مثل مثلا غدة غدة شوز محمد مثل غدة العرقية طيب عندك حسب mood secretation او حسب mechanism او طريقة الافراز يعني الميكرو myrocrine glands والhellocrine glands والapocrine glands هذول كلهم حنتعرف عليهم واحدة واحدة حسب type of secretion شو نوع المواد اللي تفرز myrocrine يعني بتكون على شكل مخاطئ ولزج seros gland بيكون على شكل سائل والseromioca sigland اللي بتكون mix بالنصب بناتهم وطبعا shape of the duct شكل اللي التجويف الموجود قد يكون على شكل تيوب زي هذا او قبل التجويف اما يكون simple ويكون على شكل تيوب او leveler مش مشكلة اما يكون simple اما يكون component اما يكون simple branch يعني بتكون من تفرع واحد بس زي هذا برضو واما يكون component exocrine يعني يكون متعدد التقر واحد حس هنشوف هم واحد واحد قبل نشوف واحد واحد انواح الاكزوكراين او اكثر شي معروف في عنا ميوكاس في عنا السويت اندويل جلانز اللي خلايا اللي بتنتج الميوكاس الخلايا بتنتج العرق هو السيلفر اللعاب الماماري ثدي والليفر انت بنكرياس في اليوني السيليولار اكزوكراين هسه هون معلومة خطيرة اخوان only 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 فقط موجود عنا واحدة من هو شي بروتين بيتصل معه ووتر فبصير سلايمي بصير لازج فبنتج النيوكاس فهمت علي تمام هاي وظيفتها اللي هو البروتكت عند بريكيت حماية وتسهيل او ترطيب لان بادي سيرفس مثل اللي هو جهة السنفس زي ما اخذنا بالفسيو شوص مالله مسلل لسيدنا محمد اكثر شي موجودة في 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 المناطق اللي هو اللي بدي يحدث او في الخلايا الامتصاصية مثل التستين مثل القلون مثل الاسمول التستين اللي هو القلون ورسبير التراكت اللي هو الاماء الدقيقة القلون اماء الغريضة القناة التنفسية الربريدكت في ميل تراكت وفي القناة الرحم الانثوية برضو موجودة لانه فيها ميوكس فيها مخاط الربريدكت هو الربريدكت فيها مخاط ورسم الانتستين فيه مخاط فمتلي فاي منطقة فيها مخاط يكون فيها الGOPLAT CELL او الUNICELLULAR EXOCRIME تمام تمام طيب الانتصاصية متعددة السيد العزيز هاي بتتكون من شيئا رئيسيا ابثيليم وال duct او خلص من duct بتقدر تقول من security unit او من وحدة اللي هو الانتاج تمام السيد العزيز structure of duct هذا duct زي ما اتفقنا فوق قد يكون simple قد يكون component simple يعني بتكون من خلية واحدة مثل هنا simple هذا صعب لا خلية واحدة بتعمل انها غدة كاملة وقد يكون component يعني اكثر من خلية عشان سوي غدة مثل هاي اكثر من خلية عشان سويت غدة طيب بالنسبة ل او tubo olive وهاي خاصة فقط للكم مستحيل يكون في unicellular بيكون شكل هاي تمام تعال نشوف الجدول هاي simple duct يعني بتكون من شيء من نظر محمد هاي simple duct component duct simple duct يعني branch واحد قد يكون بدون branch او branch بسيط simple branch تمام وما هذا بيكون عدة branch في component بيكون عدة branch حلو حلو لما يكون شكله tubular هذا duct سيكون شكله tubular olive هي على شكل olive olive i الحويص اللي يدو يا ريان حويص اللي محمد بينما هنا compound يكون عدة branch على شكل tube او على olive lar وهنا هذا خاص اللي هو tubular خاص فقط في compound مهم جدا خاص فقط في compound على tubular olive يكون نص tube ونص olive tube olive مث هذا ايضا مطلوب منك اعرف امزلة على كل واحد من compound compound سيد العزيز tubular بيكون بال small intestine في olive lar بيكون بال mammary gland او خلايا ثدي و بال tubular في silver gland silver gland اللي هو الخلايا اللعبية تمام تمام فصنفنا سيد العزيز duct الى simple compound وصنفنا من برضو تبعا لشكل duct الى tubular tubular olive lar duct اللعبية الاكزو crine gland حسنا نتبعا المachinism اللي منستخدمها ل releasing tear product فعندك merocrine opocrine وال holocrine حسنا كل واحد بنسمع هذا merocrine هي سيد العزيز بتكون المادة اللي تنتيجها ووتري يعني كثير سائلة وغنية بالبروتين قد يكون ميوكس أو سيريوس سيريوس يعني مصل أو دواء مصل فهم علي وذلك يعني ميوكس أو سيريوس وذلك حسب اللي هو الخلية اللي بتنتج منها فقد تكون خلية لعابية سويت غلاند خلية عرق intestinal غلاند خلية موجودة داخل الجسم اللي هو خلية أمعاء أو غدة أمعاء يعني مش عارف لش بحكي خلية مهم اللي هي غدة ولكن أهم أول تكون ووتر وغنية به البروتين ووتري وغنية به البروتين حسنا السيلفري احنا اخذنا انه سيلفري بتكون نيجلايك وبروتين شكر زي ما نتفكر عليها قبل شوية فالميروكراين الميروكراين تنتج ووتري وغنية به البروتين أوك أوك لعابوكراين سيد العزيز هون رح يصير لوس سمال بورش جزء من الخليفة اثناء عملية الانتاج من الامثل عليها المامريقلانس والإيرواكس اللي هو المامريقلانس خلايا الثدي والإيرواكس اللي هذين طيب تعال نشوف هاي لو بوركراين أوك مش هم الجزء رسمي ثوان هاي لابوكراين سيد العزيز هاي هون الخليفة لما تيجي نعملها سكريةشن الخليفة لما نجي نعمل سكريةشن كيف راح يصير انقطاع للخلية لهذا الجزء هاي المواد نفرز هنا سماء بطلع بشكل مباشر لا نقطع هذا الجزء فبطلع هذا الجزء بصير لبريكدا ومتنتشر هاي المواد في المكان الدكي بعدين ترجع بنعمل نفرز مرة ثانية فبنعمل قطع جزء للخلية ونطلع فهنا بنخسر جزء من هاي الخلية وصلت كيف الابوكراين الهولوكراين هون بنخسر الخلية كامل السل لسست فيبتكسر كامل للخلية اثناء عملية سيكريشن ونجددها ونعمل تجديدها عن طريق الميتوسيس تمام سنعمل ريكروث عن طريق الميتوسيس مثل هاي موجودة في الاسكن او الهجف العين داخل نشوف برضا عن رسمه طلع قدع ركز هون رح يصبح تفجر الخلية بشكل كامل هذا الهولوكراين هاي الخلية تظهر لا كل الخلية تتميز كامل كل الخلية تروح كامل كامل فهون رح يصبح أول الشيء سيصبح ميتوس رح يصبح الخلية تتميز ميتوسيس تحدث في عنا بداية ميتوسيس تحت أشان يغطي مكان الخلية الى رح بعدين المواد التي تفرز سيزيد حجمها ثم ستدمر الخلية والمواد التي تريدها إفراز سيصيرها ثم نعود ميتوسيس من تحت ثم نعود ميتوسيس من تحت ثم ندمر الخلية هنا سيتم عادة التجديد عن طريق الميتوسيس أما في الأوبوكراين كان تجديد تلقائي لأن الخلية موجودة ولكن نجدد جزء بسيط الاندوكراين الخلايا التي تنتج الاندوكراين في السائل المفاوي أو في الدم داخل الجسم داخل الجسم لا يوجد تجويف منتجاتها يمكن أن تصنيف هذا فقط على طريقة الرجب منتباحها وطريقة صفتها قد تكون على شكل كورد يعني على شكل متصفتات مثل هذه سوف أرجعك فيها على الرسمة يعني على شكل تجمعات قد يكون على شكل خلايا دائري بالنصف لدينا 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 لومين 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 لدينا كورد كورد يعني تجويف عشوائي توزيع عشوائي أو مباثر بشكل مباثر في الأورغنس سوف نرى على الرسمة نرى الكورد كيف تكون على شكل تجمعات ماشي وهنا على شكل بالنصف تجويف معناها تجمعات أو عنقود العنب تكون على شكل عنقود العنب كما ترى كورد أو على شكل عنقود العنب كما ترى تكون على شكل محيطة في وهذا سوف تكون على شكل مباثر ونجد لا تجد أخر موضوع في مهده المد وهو تجديد الخلايا تجديد الخلايا بطريقتين تجديد الخلايا الخلايا الطلاقية بطريقتين يما استمثل يما من خلية موجودة تصير لها انقسام أو أن خلية جديدة تصير لها تمايز أو أن خلية موجودة تصير لها انقسام سرعة سرعة تعتمد لا يمكن أن يكون سريع في بعض التشو مثل الينتستن كل أسبوع يمكن أن يكون بطيئ مثل الغدادة الكبيرة تحسس استمثل عملية التجديد ستكون لدي البازل من تحت في المحاضرة الماضية عملية التجديد تتم من تحت استمثل تبدأ في البازل ستبدأ في البازل لن أغنيها مهمة هذه مهمة جدا ما اسم الله صلى الله عليه وسلم محمد اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعدين بحكي لك مهما كانت بطيئة أو سريعة فإذا صار في عنا دامج في الإبثيليا السل أو الأبوتاتك الموت التلقائي للخلية زيما انتفقنا عن طريق الميتوكنديريا ما اسم الله صلى الله عليه وسلم فإذا صار في عنا موت للخلية أو دامج رح يكون بغض النظر عن نوع الإبثيليا سواء كانلا بتجدد بسرعة أو ببطء فإنه رح يكون في عنا تصلاح سريع للإبثيليا فمثلا في اللارجي غلاند اللي اتفقنا عليها قبل شوي إنها سلو بحكي لك بالعادة مثل الليفر يعني بالعادة الميتوتيك اكتيفيتز بتكون رير نادرة ولكن لما يصير في عنا دامج في الأورجنس رح يصير الإكتيفيتز الإصلاح تكون بيصير اكتيف في طور رينوالد 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 تجديد اللي هو في عنا فبيصير ايش بيصير الميتوتيك اكتيف فبيتم تجديد اللي بيصير اللي بيصير تمام وهيك بنكون خلصنا المحاضرة اخر المحاضرة بالمدد ختام وهمسك اي مساعدة اخوان ما تترددوا ابعثونا ان شاء الله رح نكون بأي وقت مجاهزين ياتيك والفاقي